السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة مطبخ داري انتمنى كلكم تكونوا بخير ولا خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله سنحضر معكم كيك يومي بالقهوة بسلسة شكلات بدون شكلات كتجي ولا ارواح اقسيصادية مكوينة ديالة بسيطة واهم حاجة انها بحجم عائلي كتجي مع الكامل الداخل وهش من الشيشة انتمنى فعلا انكم جربوها حيث تستحق تجريبة لا تنسوش تشتركوا في القناة باش تصلوا بجديد الوصفات ايضا لا تنسوش تدعموني باللايكات ديالكم بقوا معايا تشوفوا الفيديو تالا خير باش تشوفوا المقادر وطريقة تحضير وفرجة ممتعة فعلى بركتي الله سنحتاج بالنسبة المكوينات عندي جوج البيضات كس تذكر سنيده كس تزيت كس ديال الحليب معلقة صغيرة القهوة سريعة الدوابان جوج ديال كيسان ديال الطحين جوج معلقة ديال كاكاو المور كيس ديال سكر بانيلا و جوج اكيس ديال الخاميرات الحلويات مايوة ديالستاش القرام انا هنا يا غادي نخدم فقط بالخلاط اليداوي ممكن انكم تستعملوا الخلاط الكهربائي او لكاس الخلاط الاختيار كيب قليلكم هنا غادي ندير جوج ديال البيضات و من الافضل انكم البيض تكونوا خرج شوه من التلاجة واحد الساعة قبل غادي نزيت كس ديال سكر سنيده غادي نخلط كل شي مزيان مع قبصة صغيرة ديالملحة غادي نخلط البيض مع السكر مزيان غادي نحاول انني نطربهم واحد شوية يعني كيتشكلونا واحد الفقاعات في البيض باش نتأكدو ان الكيكا غادي تطلع عنا مزيان وبهالطريقة هذي ما كتحتاجوش نهائيا انا كنتستعملوا الخلاط الكهربائي او لكاس الخلاط انا دائما كنتعمد انني نخدم لكم فقط بالخلاط اليداوي هنائيا بعد ما خلط البيض كي ما كتلاحظو كي بديتتضاع في الحجم ديالو غادي نزيت كس زيت كس ديال الحليب ومعلقة صغيرة ديال القهوة سريعة الدوابان اللي ما كتعجبوش نكا ديال القهوة ممكن انه يستغنى عليها غادي نزيت جوج اكياس ديال خميرات الحلويات ما يعدل 16 جرام او ولا جوج مع القصغارين مع مرينج غادي نزيد الكس اللوال ديال الطحين او بالنسبة لكس الثانية كم بدننزيدوه شوية بشوية غادي نزيدوه جوج مع القذيال الكاكا والمر غادي نخلط مزيان تيرجعلي خالط متجانس غادي نخلط مزيان تيرجعلي خالط متجانس انتو ممكن انكم ديروه جوج الكسان شوية او الاقل شوية على حسب النوعية ديال الطحين اللي عندكم دائما يعني كيكون طحين مخسلف على الطحين و الطحين كيكون كيشربوا طحين اللي على حسب النوعية اللي عندكم كيما قدتلكم اهنا كم بدنزيد شوية بشوية اهم حاجة ان الخريط ديالكم ما يكونش كي فاش تزيد ديكم ما يكونش كي تقطع ما يكونش قاسح كتر من القياس و في نفس الوقت ما يكونش خفيف باشا كافش تخرجوا الكيكا ما تهبط لكمش اهنايا كنخلط الكيكا مزيان تكتش كلها كافية فقاعز باش كنتأكد ان الكيكا غادي جيني اسفنجية وهنايا كيكون هذا هو القاوم ديالكيك فادلاتنا اراني رديت الفران كيسخن على درجة حرارة 180 اهنايا قطر ديالو 24 سنتيمتر دينتو بالزبدة ورشيتو بالطقيق و غادي نخوفيها الخاليط ديالكيك كيما كتلاحظو معايا الخاليط ديالكيك فاكيكون ماي لانه يكون خفيف باشا كالكيكا كجينة خفيفة وهشيشة غادي ندخل كيكا الطيب و هنايا بعد ما طبطنا الكيكا كيما كتلاحظو كتنتافخ و مشعلتش عليها نهائيا من الفوق حليتها طبط ملتحس على خطرها هنايا غادي نجيب كاس ديال الحليب و غادي نسقيها الحليب طبعا الحال الحليب خصو يكون بارد هنايا غادي نخلي الكيكا تشرب ذاك الحليب اللي درنالا و غادي ندوزو باش نحضروه السلسطة ديال الشكلات غادي نحضر معاكم ساهلة و بسيطة و مكوينة ديال الاقتصادية غادي نحتاج نصف كاس ديال الحليب نصف كاس ديال الحليب نصف كاس ديال كاكا والمر نصف كاس ديال السكر سانيدة و غادي نزيد لهنا يكا اضافة دانت او الا يعني يغورس ديال الشكلات ممكن انكم تستغنوا عليه غادي نزيد ايضا مع القصغرات القهوة سريعة الدوابان بالنسبة للناس اللي ما كيبغوش نكا ديال القهوة فيستغنوا عليها نهائيا فالكيك انا بما انني درس في الكيكا القهوة فبغيت ايضا تال كريمة او لا سلسطة شكلات جي منك بالقهوة سافي غادي نتحنهم زيان ترجع لي خاليتهم الجانس بالنسبة للناس اللي بغاو يجيهم الكريمة عقدة فزيدوا الكمية ديال كاكاو او لا استغنوا على الياغورس ديال الشكلات انا هنا يا الكريمة بغيتها جيني خفيفة شوية ديك شعلي الزيت للياغورس ديال الشكلات بشكات جيني معلكا من الداخل وهنا يا الكيكا بعد ما تشربت فمالافضل انا كنت خلي وقتات بردم زيان عدفو لدك السلسطة شكلات انا هنا يلضيق الوقت صوبة كل شي مباشرة كما كتلاحظو معي الكيكا ما زالا ما شربتش ديك السيروم زيان يعني ما زالا سخونة ومع ذلك غادي نزيد لها نزيد فوق منا يعني السلسطة شكلات اللي درنا كما قلت لكم فقط لضيق الوقت انتو ما ممكن ان مضضروري ماشي ممكن يعني مضضروري انكم تخليوا الكيكا تزبرد مزديان عد من البعد تصوبوا هكا توقوب باش ما يضع لكم الشكل ديال كيكا غادي نخوي ذك السلسطة في ذك فوق الواجه ديال كيكا وغادي نخلي هاد دخل مزيان في ذك توقوب اللي درنا باش هكا الكيكا ملدخل جينا معلكة بالشكلات رغم ان انا ما درناش نهائيا الشكلات كنحاول نوزع ذك السلسطة مزيان من الفوق او لا في الواجه ديال كيكا ودزين دائما كيبقى اختياري انا هني غادي نجيب شوية ديال القوز وغادي نديرو من الفوق ممكن انا كوم تديرو كوكو مرمش او لا اللوز ايفيلي او لا كوكو ايفيلي على حسب اللي متوفر عندكم كنحاول انني نقطع الجوز هكا كطريفاز ترجمة نانسي قنقر انا هني غادي نجيب شوية ديال الشعرية ديال الشكلات وغادي نديرو من الفوق او كما قد لكم دائما دزين كيبقى اختياري على حسب اللي متوفر عندكم هنا يركيكا بعد ما خرجتها من الايطار وانا هنا يراني الكيكا ما زال ما درتش نهائيا في التلاجة اني را ما زالها صخونة فقط باش نوري لكم الشكل ديال النهائي غادي نديرو قمنا شوية ديال السلسة الكراميل وغادي نقطع لكم باش شوفها كيفاش جات من الداخل انتو ما ما تزيدوهاش نهائيا وهي ما زالها صخونة ضروري انها تبرد مزيان باش كما يضع لكم الشكل دياله وفي نفس الوقت تشكلات لي فوسطا ولا السلسة اللي درنا ديال الشكلات شد راسة انا هنا يراها الكيكا ما زالها صخونة وفي نفس الوقت ما زال ما تشربات شدك الشكلات فغادي نقطع لكم شوفو الشكل دياله النهائي ومن البعد غاعد غادي ندخلها للتلاجة هنا كيما كتلاحظو كيفاش كتجي من الداخل كتجينا مع الكا بدك السلسة ديال الشكلات اللي درنا والما داق ما نعود لكم الجاكي حمق فعلا كتستحق تجريبا رغم البساطة دياله نتمنى تجربوها وتنال اعجاب ديالكم اللي جربات هتخليلي في تعليقات كيفاش جاتا ما تنسوش تشاركو بالقناة باش تسلب جديد الوصفات ايضا ما تنسوش تدعموني باللايكات ديالكم خليتكم على خير والى وصفة اخرى ان شاء الله